لقد كان من حسن حظي أني تشرفت في هذا اليوم المبارك بزيارة المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي يتشرف عليه رابطة العالم الإسلامي الحقيقة الشيء يثلج الصدر الشيء يجعل الإنسان فخور أولا بأنه مسلم وينتمي إلى هذه الأثار العظيمة التي رأيناها والشيء الثاني أنه ينتمي إلى هذا البلد المملكة العربية السعودية الذي الحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ورعاية من المسؤولين في الدولة من منذ تأسيس الدولة في عهد الملك عبدالعزيز إلى العهد الحالي أنهم حافظوا على هذه الأثار وأنهم الآن أبرزوها ليس فقط لأهل هذا البلد ولكن للعالم الإسلامي بأجمعه من أقصاه إلى أقصاه وبمختلف اللغات أن يأتوا ويزوروا ويشاهدوا بأنفسهم عظمة هذا الدين الكريم اللسان قد يعجز عن وصف ما رأيته في هذا كل اللي أستطيع أن أقول أن أتوجه بالدعاء لله سبحانه وتعالى أن يزي الله خيرا كل من ساهم وعمل في إخراج هذه الأشياء العظيمة إلى الوجود من المسؤولين وكل من بذل أي جهد في هذا أن يعطيه الله خير الجزاء لقام ما قام به من عمل كريم وآخر دعوان عن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمسلين ترجمة نانسي قنقر